أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بيكم أعزائنا المشاهدين المتابعين معانا على القناة وكمان أهلا بيكم أعزائنا المشاهدين اللي لسه بيشوفوا القناة ولقاتنا الأول مرة وبنرحب بالجميع ونقول أسعد الله منامكم ان شاء الله النهاردة في لقاءنا مع بعض هتكلم عن تفسير رؤية جديدة من الرؤى وهيكون معانا في لقاء النهاردة تفسير الرؤى المحمودة للقرد وأول رؤية هتكلم عنها النهاردة وهي إن أي حد شاف رؤية في المنام قرد كبير جدا أو زي ما الناس ما بتقول غوريلا وشاف إنه كان بيهرب منها فدي دلالة للرأي تعتبر محمودة وبتدل على الخروج من المشاكل والأمور الصعبة وكمان اللي يشوف رؤية في المنام القرد الكبير في الحجمة أو الغوريلا وكان حاسس إنه هو خايف منها فدي دلالة للرأي على قدوم فترة من الأمن والاستقرار والهدوء في حياته والله سبحانه وتعالى أدرى وأعلم وأسعد الله دائما منامكم طيب ونقول إن المرأة المتزوجة وإن شافت رؤية في المنام إنه هناك قرد في منزلها فضربته وطردته من البيت وإنه خرج وهرب من المنزل فنقول لها إنه كان هناك سحر معمول داخل المنزل والرؤية دي دلالة على انتهاء هذا السحر وإبطاله وزواله والحمد لله رب العالمين إنك شفتي الرؤية ديت وكمان إن شافت أي امرأة متزوجة أو عزباء أو مطلقة أو حتى إن كانت المرأة أرملة إنها بتأتي للإرد فدي دلالة ليها إنها في الفترة القادمة ستخرج من أحزانها وهمومها وليس من مساعدة أحد ولكن هي ذات نفسها ستكون قادرة على الخروج من كل ذلك الهموم أما إن أي امرأة وشافت إنها بتأتي للإرد وكانت في الحقيقة مريضة فدي دلالة ليها إن شاء الله سبحانه وتعالى على قرب الشفاء ليها والخروج من المرض بصبرها وقدر التحملها والتحكم في نفسها للتمكن من الشفاء وربنا يشفي الجميع والله سبحانه وتعالى أدراه وأعلم وأسعد الله دائما منامكم طيب ونقول كمان إن المرأة المطلقة وإن شافت رؤية في المنام إن زوجها السابق اللي هو يعني طلقها يتحول إلى قرد في الرؤية في المنام فدي دلالة ليها إن هي تحمد ربنا سبحانه وتعالى كتير إنها تم طلقها من هذا الرجل وإنها نجت منه ومن كتر مشاكله وإزاءه ليها في الواقع قبل طلاقهما أيا كان نوع الإزاء بقى لإن فيه أزواج بتضرب زوجتها وفيه أزواج بتشتم زوجتها وفيه 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 ولكن نقول إن الحمد لله طالما إن المرأة المطلقة وشافت هذه الرؤية إن كان طلقها فعلا ليها أفضل والحمد لله رب العالمين ليها ولينا والله سبحانه وتعالى أدراه وأعلم وأسعد الله منامكم وتمام كده أشكركم على حسن استماعكم وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته